مجلس التأديب في حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض يقرر إقالة رئيس بلدية بولو تانجو أوزجان لمدة عام واحد وفق قرار صدر أمس الاثنين وفق ما ذكرته صحيفة حريات المعروفة وجاء القرار بعد مشاورات بشأن قضية عضو مجلس البلدية هاجر جينار التي تنتمي لحزب العدالة والتنمية إذ رفعت يدها للتصويت ضد أحد القرارات الصادرة في المجلس فقال لها أوزجان ساخرا لماذا تلوحين بيدك سيدتي التلويح باليد أمر معيب أنا رجل متزوج وهذا أمر لا يجوز أوزجان عرف بعنصريته تجاه اللاجئين وخاصة السوريين منهم إذ سبق أن فرض مبلغ 100 ألف ليرة تركية رسوما لإجراءات عقد الزواج للأجانب واللاجئين في المدينة كما حتد مبلغ 2.5 دولار لكل متر مكعب من الماء تستهلكه عائلاتهم وكان المستهدف من قراراته العنصرية تلك اللاجئين السوريين المقيمين في ولاية بولو التي يرأس بلديتها لكن المحكمة الإدارية في المدينة ألغت قراراته العنصرية لاحقا لأنها تتعارض مع التشريعات الوطنية والدولية وتميل إلى التمييز العنصري وذلك بالتزامن مع تحركات لمنظمات حقوقية تركية مدافعة عن حقوق اللاجئين فهل هي البداية لقصقصة أجنحة العنصريين في تركيا؟ اشتركوا في القناة